السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي اليوم موضوعي موضوع الزيوت راح اعلمكم احكي لكم على كل الطرق تبعتي الزيوت عشان من اليوم مطالع ما يصعب عليكم طريقة عمل الزيوت قبل كم يوم طلعت لكم زيت السمسم طبعا زيت السمسم نفس الطريقة هي زيت اللوز المر ونفس الطريقة زيت اللوز الحلو ونفس الطريقة كمان شون بقولكم الجوز نفس الطريقة البندق يعني شون نقول كل اللوزيات كل اللوزيات والحبوب بنفس الطريقة تقدرون تعملوها في طريقة اسهل وتحصلوها افضل من اللي تشتروها عند العطارين يعني ما تقعدون تعصروا زي ما انا عصاريت لا يعني تخلطون السمسم مع مثلا نقول زيت دوار الشمس خلط بالخلط وبعدين تخلوه سيبوه تقريبا نقول سبوعين وبعدها الصفو هيك راح تاخدون مو مية بالمية نقول تمانين بالمية زيان بس كل من ما شون نقول ضل في يعني مثلا زيت السمسم ضل السمسم بالزيت راح يذب شون نقول الزيوت تبعته هيك كمان تقدرون اللي ما حابه زي الطريقة اللي انا سويت هذيك الطريقة هي الطريقة اللي مية بالمية هاي بالنسبة في أخوة طلبت من عندي زيت اللوز الحلو زيت اللوز الحلو نفس الطريقة هي زيت اللوز المور بالنسبة لي زيت اللوز المور اللي هو تبعته المشمش اللي هو المشمش ناخذه وناخذه البذور تبعته انا تتوني ما عندي كثير طلّو يعني ادوب جماعت ذني زين كسرتهم يعني حاورجيكم هو المفروض مثل زيت السمسم بس اللي ماعدها مثل حلاتي وكمية كل شي صغيرة يعني شوف هاي الصوروا هاي القشور تبعتها يعني البذور طلعتلي هل قدها فشو سويت اخذتها هيها طلعوا يمكن انتو شايفين هي وتحت ما بعرف باين ولا لا المهم اشرح لكم انا شو عملت انا اخذتها تقريبا هي طلعت ملعقة طيب من طحنتها ما طلعت ملعقة حطيت معاها يعني شون يقول قد الكمية مرتية من الزيت وخلقتها بالخلاط خليت الخلط طبعتها كان ثقيل مو خفيف وراح اسيبها هيك اللي مستعجلة عليها تسوي لها حمام مائي مرتين 20 دقيقة يعني مرتين كل مرة ب20 دقيقة حمام مائي وتقدر تستعملها اللي مثلي ما مستعجلة تسيبها هيك اسبوعين وبعدها الصفية بس بفترة هاي الاسبوعين كل يومية هيك بتخبها هاي بالنسبة للزيت المشمش بدور المشمش اللي سألتوا عليها تقدروا حبيباتي تعملوها بهالطريقة او طريقة السمسم بس طريقة السمسم كتير رح تغلبكم لانها بدكم كتير من النواة تبعات المشمش اذا عادكم متوفرة تقدروا بالنسبة حبيباتي زيت اللفندر زيت اللفندر قلتت لكم هي تاخذون شون نقول الاخصان تبعت اللفندر الناشفة اول خضرة افضل الناشفة عشان ما بتشيلوها شوفوا اني هاي لانها ناشفة ما شلت هاي واقدر ازيد فوقها على فكرة واشيل بس اغير يعني اشيل من هذا اللفندر وحط لفندر ناشف غيره وازيد بس الزيت زيت اللفندر تخلون كمان اللفندر طيب قليل من اللفندر وقليل من زيت دوار الشمس طيب وتخلو هيك السيبو ما بتشيلو لانه هو ناشف ما رح هيأثر بتكم مستعجلين علي تسوو الحمام مائي ما مستعجلين علي تقدرون تسيبو هيك اسبوعين وبعد الاسبوعين تستعملو بالنسبة نقول زيت القرفة زيت القرفة زيت القرفة يعني هيك القرفة تكون لازم تغسلوها نظيف وهذه وما فيها شي حبيباتي بسرعة تجون تخلو هيك الزيت طيب واسيبوها اللي بدها كلش قوية تجريحها تبعت القرفة تقدرين تطحنين قليل من عدها طحن عشان تطلع القرفة كتير قوية انا لاني استعملها حتى للاكل يعني ما بتغلب فيها هيك السيبوها بتقدرين تحطوها بحمام مائي بس اللي بدها حابة كتير قوية حتى تطحنها طحن اللي انا لاني استعملها للطبيق وهيك هيك حطها طيب اللي بدهاياها للبشرة وللهاي تقدر تطحنها تحطوها بحمام مائي او سيبوها اسبوعين هيك وترجوها وصفوها بعدها بالنسبة للإذا طحنتوها الصفوها بس إذا ما طحنتوها على هالطريقة زين تقدرون ما بتصفوها يعني مو مشكلة هاي بالنسبة للشسمة البرتقال والهادي انا كمان علمت بياها قبل هالمرة هي قشور البرتقال وتحطوني الزيت ونفس الاشي تقدروني تساوها بحمام مائي او سيبوها هيك وتقدر تطحنوه كمان زي البودرة عشان زيد الرائحة تبعتها تطحنوا قشور الليمون او البرتقال انتو شون حابين وتحطوه عشان تطلع الريحة عدتكم كلش قوية وكلش حلوة بالنسبة في أخوت راسلتني طلبت نواة بذور الأفوغاتو حبيب تتاخذين نواة الأفوغاتو وتطحنيها بالطاحونة طيب بعدها تحطين عليها زيت عدوار الشمس او زيت الزيتون وتسيبيها مدة اسبوعين وبهاي الفترة الاسبوعين دائما ترجيها بعد ما ترجيها يعني بعد الاسبوعين اخر يومين لا ترجيها عشان تنزل كلها تحت زي هيك تطلع عشان نازل تحت وبسهولة تقدرين الصفين هاي بالنسبة لها وكتير منيحة البذور تبعت الأفوغاتو على فكرة للبشرة وللشعر كتير منيحة بالنسبة في أخوط طلبت من عندي تبعات كليل الجبل كليل الجبل او ورق الغار كلها نفس الطريقة نفس هذه الطرق نفس هاي الطرق الشاي الأخضر كمان علمتكم اياه الشاي الأخضر تحطوه نفس الطريقة تقدروا تسويوا تطلعوا هذا من الشاي الأخضر في الفيديو كمان موجود وهو نفس الطريقة حبيباتي انا قصدت طلعا كدامكم لان قاعدة كثير السأل علم بالنسبة في اخوط طلبت من عندي اللي هو البذور طبعة اليقطين بذور اليقطين حبيبتي لازم بتكون اول اشي البذور مفلسة اذا كانت البذور عندك مفلسة تطحنيها ونفس طريقة السمسم اذا زي حالاتي انا كلش قليل عندي يعني يدوب يقطينتين انا جبتهم فشو سويت عشان طحنتهم هن والقشور هيك تطلعين طحنته هو والقشور وخليت عليه شو خليت عليه يعني مثلا اذا طلع عندك الطحن نصف كاسة هو والقشور طحنته نصف كاسة من بدور اليقطين تحطي لها كاسة كاملة من زيت دوار الشمس وتطحنيها هي والشسمة مستعجلة عليها حبيبتي زي ما علمتكم تحطيها بحمام مائي ما مستعجلة عليها زي حالاتي راح تخليها تطلع هي وارتقشور هيك تسيبيها طيب وتخليها اذا حبيتي بحمام مائي تسويها ولا مرة واحدة حبيبتي وبعدين تسكريها وارتقشور هيك تسكريها بسولوفان وارتقشور هيك تسيبيها اسبوعين وارتقشور هيك تلقيها نازلة تحت وصفي بعد ما الصفي تستعمليه كتير كويس هو للشعر والجسم والبشرة كتير منيح انا بفضل التحني على نفس هاي الطريقة ورح تطلع لك نفس النتيجة ان شاء الله هاي بذور اليقطين اتعلمتها شغلة كل السهلة تطحنيها هي والقشور اتعلمتها اتعلمتها بحمام مائي 20 دقيقة وبعدين تسيبيها اسبوعين وبعدين الاسبوعين الصفي بذور الكتان بذور الكتان نفس الطريقة بالضبط كمان تطحنيها وتحطين الزيت وبنفس تخليها بماء طيب انا الصراحة تطلع وهذا صال ليمكن شهر وانا مسويتها ما مصبيتها ما صفي لان هالبذور ناشفة وما راح تخرب ما راح تخرب زين هاي بالنسبة ليش اسمعي فيه كمان سوينا قبل فترة انا وانتو اللي سوتها معايا ما عارف كثير من الخوات سوينا من ورق الغار وسوينا من كليل الجبل وسوينا من المرمية طيب هاي الزيوت اللي سويناها ميز ميكس يعني مع بعض الزيوت مع بعض طيب طبعا ريحتها بتجنن كتير كويسة وكتير حلوة اللي هي كليل الجبل ورق الغار والمرمية حطيتها مع بعض واللي حابت تقدر تحط معها زعتر كمان كتير كويسة نفس الطريقة وهذا يستعمل للشعر و للبشرة و للجسم كتير كويس بالنسبة للزعتر نفس الطريقة حبيباتي زيت الثوم نفس الطريقة حبيباتي زيت بدور العنب نفس هاي الطريقة سويناها احنا اي استفسار اي شي بتكم ايام من ناحية الزيوت تقدروا ترجعوا على فيديواتي او ترجعوا على هذا الفيديو واذا لأكو زيت ما ذكرته تقدروا انتوا بتراسلوني وان شاء الله اوضح لكم كل اشي حبيباتي هاي اليوم موضوعي كان على الزيوت عشان تستفادوا وتتعلموا وان شاء الله حبيباتي اي اشي تحتاجوا اكتبوا ليها وبكرا ان شاء الله رح يكون موضوعنا هو موضوع الهالات السود والعيون اللي منفخة يعني في كتير من البنات عيونهم تكونوا منفخة ان شاء الله بكرا هذا يكون موضوعنا اذا الله صبحنا بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واتمنى منعدكم حبيباتي انكم تعملوا لي لايك واشتراك ودائما تنشرون فيديواتي ومع السلامة